هناك صورة ذهنية عند الرأي العام العراقي مؤداها أن وزارة الدفاع تابعة إلى الحزب الإسلامي ووزارة الداخلية تابعة إلى بدر وهذه مسألة التموضع بالهويات الفرعية في إدارة المؤسسات الأمنية مسألة خاطئة جدا بعد إذا بدأ كان نحتاج لا نحتاج إلى تشكيل لجنة وإنما مع تشكيل الحكومة كان يفترضا يتخذ السيد السوداني قرار ونحن نمثل حاجة إلى القرار وليس إلى الرؤى والنوايا إلى قرار أن يبعد المؤسسة الأمنية أو العسكرية عن المحاصصة ويضعها بأيدي المحترفين ثم يعزز اللوائح النظمة لسلوك الأفراد والنظمة لحسن استخدام السلاح لأن هذه قوة مخولة باستخدام السلاح وبالتالي لا بد أن تحكمها لوائح وقوانين صارمة فنحتاج إلى حل بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمنية ولكن يرتبط بقرار قوي وجري أن يحرر هاتين المؤسستين من الهيمنة الحزبية في ظل بقاء الأحزاب معنى ذلك أنها ستبقى مورد استثمار بادي وانتخابي في فترة الانتخابات لصالح الأحزاب وهيمنة الأحزاب لا زالت واضحة جدا في اختيار منظومة القيادة والسيطرة ومخرجات العملية والدليل عندنا أزمة كبيرة جدا في مسألة الأرزاق ومقولة نابليون يقول أن الجيوش تسحف على بطونها يعني مسألة الأرزاق ومسألة التموين وما إلى ذلك تعتبر من أساسيات نجاح الجيوش أرزاق المقاتلين يجري العبث بها بسبب عقود وصفقات فاسدة هل نستطيع أن نؤمن مصدر الذي هو الأرزاق لمقاتلين بالميدان الذي هم محماة وطن وحملة هموم بلد كامل هل نستطيع أن نؤمن أرزاق ونبعد عنها العبث السياسي والفساد السياسي إلى الآن الجواب لا لأن هذه محاصصة وحنا لاحظنا في بداية تشكيل الحكومة كان هناك تسريبات وصلت حتى إلى الرأي العام بالعراق على أنه هناك مزاد للوزارات وما كانت وزارة الدفاع بعيدة عن هذه المزايدات ودفع الأموال والأثمان لماذا يصار إلى شراء سيادة وطن نعم دكتور أحمد الحامية موسيقى موسيقى موسيقى